تعال ناخد مثال في كاميرات secondary محتاجين نحسب ال اكشن بتاعها لكن كاميرات continuous ونشوف بنتعامل معها ازاي لو الدكتور مثلا مديني بلان بالمنظر ده وبالك اللي قدامنا ده بلان مش رسمة 3D يعني ده عبارة عن سقف افقي زي ما انت شايف كده هنا البلاطة فيه اربعة فاربعة وهنا برضو اربعة فاربعة ودي بلاطة متشالعة على الكاميرتين هنا ودي بلاطة متشالعة على الكاميرتين هنا تكتاني دي مش رسمة 3D حاليا دلوقتي من شكل البلان ده تقدر تقولي الكاميرتين اللي في نصف اللي عاملين كروسنج مع بعض الكاميرا اللي بالطول والكاميرا البلعارض زي ما الدكتورة سامها انهي كاميرا فيهم اللي شايلة التانية طبعا فاكر تخاطع كاميرتين الكاميرا اللي شايلة هي اللي بتكمل يبقى اضح ان الكاميرا اللي بلازرق دي اللي بالطول هي اللي شايلة والكاميرا البلعارض تعتبر متشالة عليه ايه المطلوب؟. المطلوب دلوقتي احنا نرسل extending غوشير للجردر الي بالطول.أنا حاليا عشان اعرف ارسم Ну наконец لالجردر ده. بشان انا مفودة اجيب رأكشنات الكاميرات الميتشهل عليه. الكاميرا الي هنا وزيناه رايح على العمود. والكاميرا الي هنا وزيناه رايح على العمود. لكن الكاميرا الي في النص fuerte الري اكشن بتاعها هنا هيتقلب على جردر و så لا. يبقى انا في الحالة دي محتاج اعمل ايه محتاج الاول اجيب ري اكشن الكاميرا بي 1 بس اللي في النص وارجع قليبه على الجردر هل الكاميرا بي 1 سبورتد على كم سبورتد على دلاتة متشالة على عمود هنا وعلى عمود هنا وعلى الجردر هنا يعني تعتبر كاميرا كونتينيوس تو سبانز مبدئيا لما نجي نعمل لود ديستربيوشن هنا لانشكله ممكن ان اخبطك شوية البلط المربعة دي اللي هي 4 فاربعة متشالم الاربع جاهات ؟ فالبلط المربعة عندي متشاله من الاربع جاهات طبعا دي هتباعته ووي فاكون الان كنت باجي نصف الزوايا بين الكاميرات هيتلاع اربع مثلسات والبلط خلف ايضا كنتم سيكون gefunden بنها اربع مثلسات لكن البلطة المسلسه دي متشال حاليا على كاميراه متوشال على كاميرا هنا وكمcakاميرا هنا طبعا اي ريجولر شيف نحن بنعمل معيه ايه بالنصف الزوايا بين الكاميرات يعني هنصف الزاوية دي كده مثلا لا طبعا دي مش بين الكاميرات زي ما قلنا هتشوف بين الكاميرات وتنصف الزاوية فطلعت برضو زي 45 من هنا والبلاطة الناحية التانية برضو جيت عند بين الكاميرات نصفت الزاوية 45 ده طلع الشكل بالظبط فاضح ان الشكل كله طلع مسلسات كلها زواياها 45 درجة وقاعدتها 4 متر سواء هنا او هنا يعني مسلسات كلها زي بعض حالين زي ما قلنا عشان نرسم بيننا مشيرة على الجردر G لازم لقوا نجيب رأكشنات مين الكاميرا بي وان الكاميرا بي وان لما تيه تحسب اللودز عليها عشان نحسب رأكشن بتاحها جيت ارسم الكاميرا وبتدقى تشوف هي سابورتت فين ناحية الشمال هي متشالة على العمود يعني انا مفروض اجي هنا اعمل ايه احط سابورت طيب الناحية التانية هنا برضو متشالة على العمود فهاجي الناحية التانية هنا احط سابورت في النص هنا هي متخاطعة مع الجردر شايلة ولا متشالة طبعا هنا تعتبر متشالة يبقى انا هاجي في النص هنا احطه لود ولا سابورت طبعا هنحط سابورت عشان الكاميرا نفسها متشالة فطلعت الكاميرا هنا كاميرا كونتينيواز تو سبانز كل سبان فيها اربع متر الكاميرا دي شايلة ايه لو تاخد بالك من البلان هيشالة اربع مسلسات قد بعض بالظبط بس بما ان الكاميرا دي تو سبانز مش هانا لازم احسب الو بتاعت كل سبان لوحدها فلما جيت ابوص على سبان مثلا لناحية الشمال سبان دي الوحدها شايلة ايه شايلة مسلسات وانا عزي احسب لها الو فاكر المثلس الواحد من دول زاوية تن وخمسة واربعين والقاعدة قد لسبان كلها وده معا سي اي و سي اي ولا سجن القرية على سبان طبعا ساعتها تبق معا سي اي و سي اي فساعتها تقول هتسوي زائد الوولز لو فيه وولز زائد الاثنين مسلس دول هقول معاهم ايه سي اي في دابلي اس في اكبر تفاعل المثلس اللي هو كان قيل شرطة على اثنين بس هضرب بره في اثنين انا حاليا جبت الو بتاعت الباكية اللي على الشمال واخد بالك الو جي مقصوب بها ايه وزن متر طولي بس بالصدفة لما جيت احسب الو بتاعت الباكية اللي على مين طلعت قدها بالظبط يبقى ده معناه هنا ان الو اللي على الشمال قد اللي على مين تاني افتكر انا مش هاجمعهم هنا ده مقصوبين وزن متر اللي هنا بالظبط قد وزن متر اللي هنا والسبان بكام زي ما قولنا السبان هنا 4 متر انا حاليا محتاج من الكاميرا الساكندري ان هي ري اكشن اللي في الطرف وللي في النص طبعا اللي في النص ده اللي هتقلب عليك جردر والله لو انا عندي كاميرا كونتينيوس 2 سبانز وال2 سبانز اقض بعض والدابليو على الباكية دي والباكية دي اقض بعض ينفع سعيدة نستخدم القيمة المحفوظة اللي هي تبقى بكام لو تفتكر 1.2 W في ال L بس ايه ال W زي ما قلنا ال W اللي هو هيبقى وزن متر طولي على الباكية اللي هي ال W اللي احنا حسبناها وفي نفس الوقت ال L اللي هنا طبعا هي تبقى 4 متر يبقى أنا حالية من الكاميرا الساكندري جيبت رأكشن 1.2 W L لما نيجي نقل باللود ده على الجيردر فاكر الجيردر أبار عن كاميرا مرسومة بالطول يفضل يبص عليها من ناحية اليمين ولكني رسمت الكاميرا دي الجيردر هنا supported على ايه يعني هو هنا متشال على ايه متشال على العمود يبقى أنا هاجي ناحية الشمال هنا واحطه لي support ناحية اليمين هنا متشال على ايه برضو متشال على العمود يبقى أنا هاجي ناحية اليمين هنا احطه لي support لكن في النص هنا هو يعتبر شايل ولا متشال يعتبر هنا شايل يبقى أنا هاجي في النص هنا وحط ايه احط concentrated load فاكر ايه هو ري اكشن الكاميرا بي اللي احنا كنا مطلعينه 1.2 W في الآل حاليا الجردر ده هو كمان شايل 4 مسلسات بس لو تاخد بالك وانت بتحسب W بتاعته هو جردر هنا كام سبان كام باكيا سبان واحدة بس الاسبان دي شايل الواحدة 4 مسلسات ولا واحد فيهم متكمل من اول سبان الاخر يبقى ال4 مسلسات دول هبقى معهم C E و C E ولا سجمل R على سبان فعندول هبقوا سجمل R على سبان يبقى وانت بتحسب W2 هنا هتساوي ايه قنوة الجردر مش الكاميرا زائد الوولز لو فيه وولز زائد Sigma area بتاع ال4 مسلسات طبعا على الاسبان كلها في WS وانس ان انا جبت W2 وانا قرأت يحسب الconcentrated load سهلة قوي ساعتها ان انا ارسم بنم وشير للجردر ده